بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بيكو شباب معوك عبد الرحمن وإن شاء الله هنتكلم في سلسلة فيديوهات بتتكلم عن الإكسل للإتش آر إن شاء الله الفيديوهات دي هتكون خير داعم لكل الناس اللي شغالها في مجال الإتش آر أو بتأسس نظام لشركتها علشان تحاسب الموظفين أو عايز تعمل أناليسز أو تحليل البيانات لو أنت أول مرة بتشوف القناة إحنا عندنا فيديوهات قوية جدا في الإكسل والوورد والباربين وهتلاقي الكورسات دي موجودة في الإنكات تحت الفيديو ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد وحصري بنقدمه بإذن الله في الشيط اللي قدامنا وإن شاء الله هسابه لكم في الوصف تحت الفيديو برضو اللي حابب أنه يبقى معاه الشيط دا هيسيب لي الإيميل بتاعه تحت الفيديو علشان أبعط له الشيط على الإيميل عندنا مجموعة موظفين أدي الأسماء بتاعت الموظفين ودي الساعات اللي هم اشتغلوها على مدار الشهر طبعا المدير محدد لنا هنا أجر الساعة للموظف بخمستاشر جنيه طبعا تصميم شيء زي كده مش صعب خالص بتقدر أن أنت تعلم على مجموعة خلايا بالشكل دا وبتستفيد من الإمكانيات بتاعت التابل علشان تعمل جدول بتضغط كنترول تي كنترول وحرف تي أو من قائمة انسرت بتختار تابل بعكية بتقوله علشان يحط لك هيدر للتابل بتاعك وبتبدأ أن أنت تكتب وتعدل زي ما أنا كتبت كده بالزبط عايز تسيب الخصائص بتاعت الجدول بتسيبها مش عاوز الأسهم دي وعاوز تشيلها بتشيل الخلايا من قائمة ديزاين هتلاقي عندك حاجة اسمها Convert to Range هتدوس عليها عشان تشيل خاصية الجدول وتسيب الخلايا فقط خلايا ملونة شكلها حلو زي الخلايا دي كده وتقدر أن أنت تعمل لها بوردر اتعلم على مجموعة الخلايا بالشكل ده وبتضغط من السهم ده بتختار حاجة اسمها All Border تقدر علشان التخطيط بتاع الخلايا طبعا أنا بعمل ده ليه علشان لو في حد لسه بيبدأ معانا وما يعرفش يأسس حاجة زي كده اول لما يفتح الشيط يبقى عارف ده عمل ازاي وطبعا ده كتابة بالايد طبعا هنا بيقول لنا اجمالي ساعات العمل للموظف الاولاني عبد الرحمن تلتمية سعوصائين وهكذا بالنسبة لباقي الناس حاجات دي بتتكتب يدويا او لو هي جاية انت شغل ببرنامج في الشركة بتاعتك بتنزل معاك الحاجات دي في شيتات الاكسل دلوقتي علشان احسب المرتب بتاع الموظف آآ فبقول له بيساوي طبعا عدد ساعات العمل الاولاني في علامة الفي بشفت رقم تمانية اجر الساعة اللي هو خمستاشر طبعا لو انا سبتها على هذا الحال ودست امتر هيبقى في عندي مشكلة الناتج للمرتب الاولاني هيبقى ظاهر ولكن لما اجي اسحب لتحت هلاقي ان الاكسل بيبتدى يطلع علي ايرورز وبيطلع علي اخطاء طيب ليه هو بيعمل كده علشان انا هنا في الخانة اللي انا جبت فيها المرتب دي ضربت الخانة دي سري الخانة دي سري في الخانة اف وون لو انت متعمق في الاكسل ممكن تقدم الفيديو شوية في الحتة دي فانا محتاج ان انا اسبت الخلية اللي هي موجودة في اف وان بحيس ان انا لما انزل تحت وهنا ضرب الخانة دي فور وفي الخانة اف تو ماشي الخانة F2 دي فيها نص الخانة F2 دي فيها كلمة تعديل الراتب هو رحل معي أنا مش عايزه يرحل معي أنا ضرب فيه F3 برحل أنا مش عايزه يرحل عايزه يثبت في الخانة دي فبثبت الخلية زي ما تكلمنا قبل كده في فيديوهات شرح الإكسل بF4 إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بحنا شباب علشان نثبت الخلية هنعمل يساوي بعد كده هقف على إجمالي ساعات العمل فيه بعمل علامة فيه بشفت رقم 8 من الأرقام اللي بالعرض بقف على الخانة اللي فيها أجر الساعة بضغط عليها بالشكل ده لو أنا عايز أثبت الخلية بضغط على F4 F4 من الأرقام اللي موجودة عندنا بالعرض وبيظهر لي علامات الدولار ساين لو أنا ضغطت على F4 وما ظهرش معايا علامات الدولار ساين بضغط على زرار FN موجود عند حضراتكم في الكيبورد تحت على الشمال جنب زرار الكنترول ما بين زرار الكنترول وزرار الويندوز بضغط على FN ده مع F4 لو ما اشتغلتش لما بدوس عليها من أول مرة أو ممكن بنعمل علامات الدولار ساين دي يدوي يعني أنا ممكن عملها بإيدي بعملها إزاي باجي كده قبل الحرف بضغط شفت ورقم 4 باجي قبل الرقم وبضغط شفت ورقم 4 طبعا من الأرقام اللي موجودة عندنا بالعرض كده أنا عملت الخانة بتاعت دي خلية مرجعية بحيث أن هي ما تتحركش مما كان هتفضل سابتة معي لو جيت سحبت التحت بالشكل ده هلاقي إن الدنيا تصابتت معي هنا هو ضرب دي سري في أف وان دي فايف في أف وان دي إلافن في أف وان إزا أف وان سبتت معي تمام طيب ده كده بالنسبة لتثبيت الخلية علشان نطلع المرتب هنا هو بيقول لي إيه بيقول لي قم بإعطاء مكافأة للموظفين اللي ساعات العمل عندهم أكبر من 350 ساعة بمقدار 500 جنيه طبعا إحنا عندنا حاجة في الإكسل اسمها قاعدة F من أهم قواعد الإكسل كنا تكلمنا فيها طبعا بنصحكم تشوفوا سلسلة احترف الإكسل من البداية الاحتراف إن شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف قلنا إن قاعدة F هي قاعدة شرطية بتستخدم في حالة ما إذا وجد شرط معين طبعا في منها البسيطة سمبل F وفي منها F المركبة الحالة دي اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي هي قاعدة F البسيطة لإن فيه شرط عندنا شرط واحد بس إن الساعات العمل تبقى أكبر من 350 النتيجة بتاعته هنبقى فيه زيادة 500 جنيه وطبعا النفي اللي هو مش هيكون فيه زيادة في المرتب هيبقى المرتب زي ما طبعا زي ما إحنا متعودين علشان نفتح قاعدة F بالطريقة المزبوطة السليمة بنعمل يساوي بعد كده بنكتب وبنفتح الدلة بنضغط على زرار tab من الكيبورد أو دابل كليك عليها وبعد كده بنضغط ودابل كليك عليها وبعد كده بنضغط على ال FX اللي موجودة فوق عندنا دي فبيظهر معايا الكمبو بوكس دا اللي ظهر اللي احنا نقدر من خلاله بنشتغل على الثلاث أجزاء بتوعف أنا عندي هنا أول حاجة إذا كان إجنالي ساعات العمل طبعا هو بيقول لي أكبر من بعمل علامة أكبر من بشفت وزين ما ينفعش طبعا نحط علامة يساوي من دماغي إنه بيقول لي أكبر من 350 ساعة بكتب بإيضاية 350 طيب في value if true إذا تحقق هذا الشرط إيه اللي هيحصل اللي هيحصل إنه المرتب بتاع الموظف بنزل في value if true وبضغط على مرتب الموظف وبكتب كده بإيضاية زائد 500 إنه إحنا هنزود على مرتب الموظف الخمسمائة جنيه اللي المدير قال لنا عليهم طيب وإذا كان يساوي 350 ساعة أو أقل لا هنحط المرتب زي ما هو هنضع المرتب يا جماعة زي ما هو فبنضغط في value if false ما إذا لم يتحقق الشرط بضغط على المرتب بردو وبعد كده بضغط enter وبضغط double click أو بسحب لتحت فبيظهر معي المرتبات المعدلة طبعا أنا في عندي هنا مرتبات زادت يعني عبد الرحمن مرتب بتاعه زاد لأن إجمال الساعات العمل 399 ساعة ده سيد الإجمال الساعات 321 علشان كده مرتبه زي ما هو ما حصلش فيه أي زيادة طيب ممتاز برضو المدير بيقول لنا أنا عايز أقيم الموظفين الشطرين اللي مرتباتهم أعلى من 5000 جنيه وهقول إن دول موظفين فئة أولى دول موظفين فئة أولى عندي فئة الشرك والموظف من 4500 الخمس تلاف ده يبقى فئة تانية وأقل من كده هيبقى فئة تلتة طيب أنا في الحالة دي الشباب عندي كام شرط هنا أنا في الحالة دي عندي شرطين شرطين ونتيكتين الشرط الأولاني مرتب من 5000 أو أكبر من 5000 يبقى فئة أولى مرتب من 4500 الخمسة ده يبقى فئة تانية دول شرطين والنفي بتاعهم هو ان لما يبقى اقل من 4500 هيبقى فئة تالت مع تمييزه باللون الاحمر طيب انا هنا في الحالة دي هشتغل بقاعدة FL مركبة او نستد F هنفتح قاعدة F ونكتب يساوي IF ونفتح الدلة هنضغط على ال FX زي ما متعودين علشان نوفر حتة الكوتيشن وحتة الكومة والسمي كلام طبعا انا شفت ناس كتير بتشرح الكلام ده وطريقة الشرح نفسها بالطريقة دي هتبقى اسهل بكتير جدا من انها اشتغل باديا واضيع وقت او اعرض نفسي للغبط اول شرط موجود معايا المرتب اللي اكبر من 5000 فهاجي هنا عند المرتب المعدل هضغط على اول رقم وهقول له اكبر من طبعا ما يحطش يساوي من دماغي نبقل لي اكبر من على طول 5000 بكتب 5000 بنزل تحته بعكس اللغة اقل لي اكبر من 5000 على طول بنزل تحت وبعكس اللغة وبعد كده بكتب فئة اولى بكتب كده فئة اولى هو عايز صناف الموظفين بعد كده بنزل تحت فيه value false مش بكتب حاجة وبفتح قاعدة F جديدة علشان احط الشرط التاني طيب هفتح قاعدة F ازاي هقف false مش هضغط على حاجة هفتح من هنا من ال namebox هختار IF اللي هي قاعدة F بيفتح معايا الشرط التاني هقول له اذا كان المرتب اكبر من او يساوي هنا انه بيقول لي من 4500 فهبدأ من ال 4500 خلونا بس نعكس اللغة علشان علامة الاكبر منتو تزبت معنا بشفت وزين هكده يساوي 4500 هيبقى فئة تانية فبعكس اللغة وبكتب فئة ثانية وفي value false بكتب فئة ثالثة لانه بقولي لو اقل من كده خلاص ده هيبقى فئة ثالثة تمام كده بضغط اوكي وبسحب لتحت بلاقي انه كل موظف تم وضعه في الفئة الخاصة به هو هنا بيقول لي انا عايز الموظفين اللي في الفئة الثالثة بيميزوا باللون اللحمر زي ما انتو شايفين كده هي automatically موجودة علشان انا كنت شغال على conditional formatting في المكان ده قبلك طب ده بيتعامل ازاي يا شباب خلونا نشيل الرول اللي موجودة بعلم على cells from conditional formatting clear rules لو انا عايز اشيل الرول اللي موجودة عشان اعملها معاكم خطوة بخطوة clear rules from selected cell يعني امسح من اللي انت معلم عليه بس rules او clear rules from entire sheet من الشيت كل احنا هنقول له from selected وهعلم على ال data اللي عندي هخش من قائمة home conditional formatting highlight ده كنا قلناه قبل كده برضه شباب بنزل على اختيار اسمه text that contains النص الذي يحتوي على النص الذي يحتوي على وبكتب با اداية بقى الفئة او فئة ثالثة تمام واختار اللون الاحمر هاضغط من السهم ده على custom format طبعا هنا هو light red fill وصدار red text ممكن اسيبه باللون ده او ممكن افتح وانزل على custom format واروح ليه fill واختار اللون الاحمر واقول له اوكي فبيظهر معايا بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين طبعا لو انا جيت قللت هنا الساعات خليتها 100 وضغط enter هلاقي ان ده برضه دخل معايا في الفئة التالتة موضوع dynamic وموضوع جميل جدا وزي ما انتم شايفين مهارات مميزة جدا بنعرفها مع بعض هنا المدير عاوز يعرف عدد المرتبات اللي في الفئة الاولى من الموظفين تم اعتباره انه في الفئة الاولى طيب ده بنعمله ازاي امام رفع عليكم انا عندي دلة بتعد دلة دي اسمها count كنا برضه تكلمنا فيها في سلسلة شرح الاكسل من ابدال الاحتراف وانا عد هنا بس count f هعد بشرط ان هي تكون في الفئة الاولى فcount f بفتح الدلة طبعا دلة مركبة تتكون من مطلوبين مختلفين عن بعض فبعد ما افتح الدلة بضغط على fx علشان اوفر موضوع الكومة وسلم ده اللي بتكون من حاجتين رينج وكريتيريا الرينج بعلم فيه على الداة كلها اللي موجودة عندي كل الفئات كل التصنيفات وفي الكريتيريا باختار الفئة الاولى اللي هو عاوز يحسبها او ممكن اكتبها باديا بس ستبقى بنفس الطريقة كتابتها في الجدل كده بضغط اوكي بلا ان فيه تمن موظفين عندي في الفئة الاولى طبعا هنا لو عايز اجيب اجمالي ساعات العمل بجيب الاجمالي طبعا بدلة دلة عادية جدا بفتح من قايمة هوم ريبون الاليتينج الادو سام اختار السام وبعلم على اجمالي ساعات العمل بالشكل ده وبضغط انتر فبيطلع لي الاجمالي طبعا اكبر عدد لموظف قعد في الشركة كساعات شغل بفتحه بختار ماكس وبعلم على اجمالي ساعات العمل فبلاقي ان اعلى واحد قعد في الشركة هو تلتماتسعة وتسعين ساعة تلتماتسعة وتسعين ساعة ده عبد الرحمن ولو عايز اطلع اقل قيمة بطلع عبدالت من بفتحه باختار من بعلم على الساعات زي ما حضراتكم شايفين وبضغط انتر وبالشكل ده شباب زي ما حضراتكم شايفين معانا قدرنا ان احنا نعمل او نعمل تحليل للمرتبات وفقا لاجمالي ساعات العمل ادرنا نقيم المرتبات ادرنا نميز ادرنا نقيم المرتبات ادرنا نميز كل فئة من فئات المرتبات حسب اللون طبعا لو عايزين فئة التالتة فيها اولى بلون مميز ادرنا كمان نطلع اه اجمالي على الساعات واكبر قيمة واقل قيمة في الساعات دي اشتغلنا بدواء الكونت اف والاف والنست او اف المركبة والصم والماكس والمن طبعا كنت وبسوط جدا معاكم في الفيديو ده واتمنى تكونوا استفدتوا اذا الفيديو عجبكم طبعا ما تنسوش تعملوا زي ما حفظنا خلاص تشير واللايك والسبسكرايب لدعم المحتوى والقناة وطبعا ان شاء الله لو محتاجين الملف بتسيبوا الايميل بتاعكم تحت الفيديو بنبعته لكم عن طريق الايميل نستوش تصالوا على النبي صلى الله عليه وسلم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومهار رائع مميزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة